انضم إلينا من هناك من الأراضي المقدسة أمل الحناوي موفدة القاهرة الإخبارية تحديدا من منا أهلا بك أمل تفاصيل أوفى عن هذا اليوم نعم شينا كل عام وأنتك خير وكل عام وأساد المشاهدين بألف خير أعداه الله على الأمر الإسلامية في الخير واليمن والبركات اليوم بدأ الحجاج بتوافق الإصادة في المسجد الحرام اليوم الأربعاء وص منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن قصتها الميدانية والإرشادية والوقائية وأيضا الفنية والهندسية شيما لضمان ثلاثة تسويق الحجاج لأداء نسوكهم بكل يسر وسهولة فاجر حجاج قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى بتحرك من مشعر مزالفة متوتهين إلى ميناء لرمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبب حسيات وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات وأداءهم أيضا للركن الأعظم من أركان الحج قبل أن يبيتوا في مزالفة حركة ضيوف رحمن شهدت حركة انتيابية في التنقل بين المشاعر وقف قصة التفويق المعدة لذلك بموضوع ضيوف الرحمن أيضا بدأوا منذ فجر اليوم أداء نسوك رمي الجمارات في مشعر ميناء برمي الجمرة الكبرى وصلة انتيابية أيضا في التنقل في ماء وتسخين لكافة الإمكانات الخدمية والأمنية لعودة أعداد الحجاج إلى مقبل جائحة كورونا والعمل على أن يعدوا فريدة الحج بكل سهولة ويسر وراحة وتمعينها ضيوف الرحمن رموا الجمرة دون تزاحم أو دون تدافع في الأدوار الأربعة لمساء الجمارات مع توفر جميع الخطات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحديث في ساحات جسر الجمارات وعلى مدخلي ومخارجي وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدون بنحر هديهم ثم بحلق رؤوسهم ثم التواف بالبيت العصيق والسعي بين الصفة والمروحة نستطيع أن نقول أن حركت الحديث نحو جسر الجمارات والساحات المحيطة فيها كانت تنتظر بالتضفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعاد والعودة لمواقع قامتهم بكل السيابية وبكل مرونة وأيضا الصرق تسمت في مسعر منه إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحديث نعم أمل أمس كانت درجات الحرارة مرتفعة جدا وتم تقديم النصائح والتحذيرات لحجاج بيت الله الحرام من وزارة الصحة وعدة جهات هناك في السعودية ماذا عن اليوم هل من تحذيرات هل من نصائح وتسهيلات فيما يخص هذه النقطة تحديدا نعم بالفعل شايماء درجة الحرارة مرتفعة جدا هنا في مشعر ميناء ولكن تقبال السعودية لحجاج بيت الله الحرام بهذا العدد هو يمثل إنجاز مهم نظرا لما شهده العالم من تحديات على مختلف العصائدة بسبب جائحة كورونا تعمل المملكة على زيادة العادة السبريجية خلال الأعوام الأربعة المقبلة وأيضا المملكة سخرت إمكانتها وخبراتها المتراكمة في إدارة الفشود لأن يكون هذا الموسم مثلا يحتذى به في ضبط الأمن وأداء القريبة في أجواء أمينة ومتقرة والعمل على كل ما يضمن أمن الحاج وسلامة الحجاج هناك عربات إسعاف متنقلة هناك أيضا مراكلة طبية كثيرة متنقلة وممارسة الخدمة الطبية مدوجدون بشكل كثير فيه تقريبا كل المشاعر التي يؤذون فيها ضيوف بيت الرحمن من أسفل الحج شكرا لك زميلة أمل الحنوي موفدة القاهرة الإخبارية من مشعر ميناء شكرا جزيلا لك